بعدما رفع بونجاح رصيد الخضري ووزنهم في المباراة عند تسجيله الهدف الأول رأيناه يسجل هدفاً آخر مقصية كانت لتسجل ضمن أفضل أهداف البطولة تحكم بغداد في الموقف وتركيزه الشديد جعل الهدف أجمل ما يكون وانطلق بونجاح لينشر فرحته على كل مساحة الملعب إلا أن حكم المباراة كان له رأي آخر واحتسب الهدف تسللاً لكن عندما نعيد اللقطة وكما سنرى في الفيديو فالخطأ واقع والتسلل حاصل ولا نقاش في ذلك نشاهد وبهدفه الأول المحتسب التحق بونجاح بأسطورتي الكرة الجزائرية ربح ماجر والأخضر بلومي وبهذه الشباك الأنجلية رفع مهاجم نادي صد القطر غلته إلى 28 هدفاً بزي المنتخب الوطني وهي الحصيلة ذاتها التي يمتلكها اللاعبان المتقاعداني ماجر وبلومي وبات بونجاح يشغل المركز الرابع رفق طماجر وبلومي في لائحة هدف الخضر اللائحة التي يتصدرها إسلام سليماني بمجموع 45 هدفاً إلى التعليقات التي نبدأها ببلال بناري معلق التلفزيون العمومي الذي قال أن المباراة يرجى من الفيفا مراجعة الأمور واحتساب الأهداف المتسللة التي تكون جميلةً أما نوف الفقاءة الأهلة واحتسب الهدف هدف ولا في الخيال من بنجاح لكن ألغي بداعي التسلل عباس كتب هل ممكن إلغاء الهدف الأول واحتساب المقصية؟ نعم انتظر التعليقات